عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية كما تم التواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه في شأن حماة أمن وسلامة المواطنين قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معرباً عن تقديره للجهود التي يبدلونها في شتى مجالات العمل الأمني وهو ما أصفر عن تحقيق النجاحات والإنجازات وحالة الاستقرار الأمنية على كافة الأصعضة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية وتابع سيادته مع القيادات الأمنية بمدريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطة تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعضة وأطر التنصيق بين مختلف قطاعات الوزارة ووجه إلى مواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ويؤكد على الوجه الحضري للبلاد كما شدد على ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الاستعداد والانتشار الأمني المكثف للقوات لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية المتحركة وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين وأشار الوزير إلى أهمية المظهر الانضباطي للقوات والمركبات بما يعكس الأداء الأمني المتميز للشرطة ووجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيول المرورية وأكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية وإبراز مظاهر القوة واليقظة والجدية مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ مهام ومسؤوليات الرسالة الأمنية التي تطلع بها وزارة الداخلية